وبعد ما دورنا بالدباتر العتك ولا وهي مو عتك يعني ما صعر لها يعني من 17 لحد هسه لقيني اكو موازنات للبصرة وحصص مالية يعني مثلا بالازمات المالية حصة البصرة 336 مليار بال2017 و 265 بال2018 اما 19 فتريليون وكسور والعشرين هم تريليون وكسور بس بال2021 تريليون ومية مليار يعني الحسبة اذا ريد نجمحها يقولك تتجاوز حسب ادراكي البسيط ووعيي القليل لان انا بالرياضيات ما اوصل لتريليون حد للعلف من اعبر المليون يصير عندي الامور شوية تختلف تتجاوز الاربعة تريليون اللي يسمع بهذا المبلغ يقول البصرة صارت جنة عدن هذا غير استاذ ويانا بتجو استاذ شايف روحي ايه شو اليوم من وقت ماشي استاذ ماشي ماشي عيوني عيوني انتو ميانا عبر الاقمار الصناعية الاستاذ شايف روحي اهلا وسهلا بيك استاذ لك شكو ايه ماكوشي سلامتك لك شكوش بيكي اليوم اشو استاذ شايف روحي حاف بدون اضافات ايه يعني شنو اوشنشانة اللي تشنشن اعظامك غير تعرف المشاهدين بيه بشكل زين ايه عيوني انتم ويانا عبر الاقمار الصناعية الاستاذ الخبير السياسي والعسكري والامني والاقتصادي والنفسي والزراعي والاجتماعي والتربوي لك وهذي ما العالم بشؤون البحار والمحيطات والاحياء البحرية كلش عاجبتني يعني من تحتي ثاني مرة لا تنساها افتهمت الصعر استاء الصعر هسه هي بقت على هاي واليوم نريد نحتي على مشاريع محافظة البصرة شنو قام الحجيت لك نكتة حتى تضحك لا هاي اقوى من النكتة لك يوم المشاريع انت مصدك استاذ استاذ يعني انا هسا عندي سؤال يعني قابل هسا هما هاي الميزانيات وين قابل يبنون بالهوى لك حتى بالهوى ما يبنون هاي الفلوس تروح بالجيوب افهمت استاذ شايف روحك اريد انو ياك انتابع مقطع الفيديو وبعدين نحتي ونسولف مقطع مسرب بفضائح لا استاذ والعياذ بالله المقطع لا مسرب ولا مهرب اصلا المقطع منتشر على اليوتيوب وداحتك لك وش دعوة عليك واذا المقطع مسرب يصير الموضوع شيق شوقان مطبيعي دي خلن تابع المقطع اش وراني دي شوفنا للمقطع على ارض الواقع وين مصل هذا المشروع؟ طبعا مشروع تأهيل كورنيش شط العرب من جهة البصرة احيل طبعا نعم احيل بالفترة الماضية قبل اسبوع تقريبا وسيباشر العمل به وهذا المشروع يضمن تطوير وتأهيل الساحل ساحل شط العرب من السياب الى نهاية الكورنيش نعم يتضمن مماشي يتضمن نافورات يتضمن اماكن ترفيهية يتضمن اكشاك عصرية زيان هذا اللي احيل عدنا مشروع اخر هو مشروع كورنيش شط العرب اللي هو بقضاء شط العرب في قضاء شط العرب نعم في التصميم الاساس لقضاء شط العرب اللي اصبح جزء من البصرة راح يتم استملاك 150 متر عرض نعم وطول تقريبا من جسر خالد الى نهاية التصميم الاساس لقضاء شط العرب نعم طبعا شكلت لجنة برئاسة قائم مقام شط العرب تحدثنا قبل شوي نعم قائم مقام شط العرب لمعرفة عائدية الاراضي اللي موجودة وهي اكثرها اراضي زراعية نعم بعض الاراضي بيها زراعية ملك الصرف وبعض الاراضي حق التصرف نعم وطبعا هو راح يصير لناك استملاكات اما استملاك قضائي او استملاك اداري نعم للمسطحة العامة لك هذا موضوع طبيعي يعني انت هسه شنو اللي تريد تقولي استاذ هذا المشروع كورنيش شط العرب شنو اخباره اريد اعرف المشروع كمال لو محافظة البشرة بس يصرح انت ليش تحكيني بالقوة هو اكو ضريبة على الحتي لا انت شفت شي ملموس على ارض الواقع اهم لا شفت مستشفى انبنت مجاري ترتبت قضاءة عمر حي تقدمت له خدمات انبنت لا اكيد لا يعني تصفيت حتي ترى بالحتي ابني لك ماطحات سحاب افهمت ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو